نهاردة اقول لك على حاجتين تحطوهم في سبيب بتاعك اول ما تيجي هنا استراليا واي شغلان هتقدم عليها هيكلموك اهلا بيكم من اصغر كارة في العالم من حوالي 3 سنين ونص جات لي فكرة ان هاجر الاستراليا لما جيت ادور على معلومات عن الحياة والدنيا والشغل هنا كان نفس الاقي حد اسأله واتكلم معاه ويعرفني الدنيا وظروف الحياة هنا عاملة ازاي بالوقت وبعد اكتر من سنتين هنا حبيت اشارك تجربتي وحياتي معاكو واقول تفاصيل وحاجات ممكن اعرف الناس مني لسه ما يعرفوهاش كفاءة رغي كتير ويلا بينا نهاية طبع الفول ازايوك عاملين ايه من عرض هتكلم على الاهم خطوة انك ازاي تتغلب على الوكال اكسبرينس هنا اول ما تيجي استراليا السي في اول فترة ليك هتيجي هتقعد تبعت السي في اللي انت مجهز ومراجعوا تقريبا الف مرة بس للاسف محدش هيحاول يتواصل بيك التليفون فعلا مش هيرن الفكرة ان انت هتبقى عامل كوارث في السي في وانت اصلا مش عارفها من كنت ريأس هنا اول ما وصلت عشان عدت فترة طويلة ان انا لايه اول شوالانا لايه شوفت ريكروتر كده حد يساعد ان انا اكتب السي في هنا بعدتله السي في بتاعي وطبعا اكتشف كوارث وحاجات كتيرة جدا حبيت اشارك معاكو النهاردة البلاو اللي انا كنت عاملها في السي في دي يلا بينا تالي سي في بتاعي حاكتين حابة بسترس عليهم واتلقوني باتكلم فيهم كتير وحنا بندردش كده اول حاجة اي حاجة بتبين ان الجديد في البلد وينفع ولسه جاي وينفع تتشال شيلها وتاني حاجة ابعد عن اي حشو او اي تطويل انت ممكن تتجنبه عشان ما تعاشوا وقت اول حاجة كانت كلم معايا فيها موضوع الاسم قال لي انت بس يوفضل هنا تحط اسمك الاول واسمك الاخير مش لازم الاسم التالت دوت مش مطالب بي يعني فهتلاقي الاسم هنا تغير ده السي في بتاعي بعد التعديلات كلها وكل الحاجة ما تزبطت تاني حاجة كان هو قال لي الجزء اللي في فوق ده مهم قوي هنا الركروترز عندهم حاجة اسمها 5 seconds rule او قاعدة الخمس ثواني الجزء اللي في فوق ده اهم جزء هو بيبص عليه لو لقى الدنيا هنا تمام والموضوع بيماك سنس خلاص بيكمل ويقرأ السي في بتاعك الحاجات اللي بالاخضر دي كلها هو كان قال لي عليها انها هتتعدل وعدلها لي الحاجات التانية اللي بالازرق دي دي حاجات انا كنت بتكلم معا فيها وقررت بعد كده ان انا اعدلها من نفسى الا باكيراريوس دوت كان قال لي انتجينج سوريا دي النقابة هنا انا كنت الكاتب ان انا معايا باكيراريوس من النقابة لعدك حاجة بيت ميكسنس control فبالتالي قال لي الجزء ده كلو شيله مفيش حاجة اسمها باكيراريوس من النقابة دي تاني حاجة العنوان قال لي برضو العنوان دوت لازم تشيله انت كده مأيد نفسك بولاية الا لو انت الفيزا بتاعتك معيناك انت مسلا جيت على الوان ناينتي او الفيزا الفيزا دي بتقعدك في مكان معين ولاية معينة فانت خلص ممكن تكتب ساعتها عنوانك لان انت مش هينفع تسافر بس انا الفيزا اللي معي كانت وات وان ات ناين فبالنسبالي كان ممكن اسافر فهو قال لي لأ انت كده مقيد نفسك بسيدني لو حد بص وشاف سيدني ومسلا الوظيفة دي في ميلبورن مش هيكلمك ممكن دي كانت حاجة من الحاجات برضو قال لي شيلها وشلتها تالت حاجة كانت ودي كانت حاجة مهمة جدا انا كنت كاتبها ان انا معايا اقامة طبيعيا انت لو مقدم اصلا على اي شغلانة فانت بالنسبة كبيرة انت قاعد قانوني وإلا ما كنتش وإلا ما كنتش هتقدم اه فدي برضو حاجة لازم تتشال اوعى تقول ان انت معاك اقامة دي حاجة برضو بتدي انت لسه واصل رابع حاجة كانت ملوش اي لازمة ان انت تحطه هنا روح بعد كده لو حب هيقول لك مسلا بس ما حدش انا بيحط لنك انا طبعا ما كنتش ما كنتش عارف الجزء اللي فوق ده كله اه تاني حاجة الصورة برضو فيش اي دعا للصور يا جماعة لو انت لو هم كتبين وعايزين صورة اه او مسلا لو الشغلانة دي فيها هسبتالتي او كده انت مسلا هتشتغل فوق تيل فمحتاجين يشوفوا شكلك حاجة تانية مهمة جدا قال لي عليها هو هنا عشان موضوع هتلاقي كل اللي هو قال لي عليه التليفون بس اللي موجود وطبعا اليميل كان لازم اي موجود هو هنا عبداللي حاجة حطي لي كي وورز كده ليها علاقة بمجالي انا مسلا مهندس فكنت كاتب شوية حاجات ليها علاقة بالمجال بتاعي بالحاجات اللي انا بشتغلها اهم الكي وورز اللي تثبت او تقول او تجذب اللي قدامك ان انت في المجال ده وتشغل لو انا ريكروتر وبصيت او الراجل ده اسمه تمام تليفونه ايميله ده شغال في الحاجات اللي انا عايزها اوكي الفايف ساكنز رول انا نجحت فيها وهيبدأ بعد كده ينزل ويقرأ لو انت ما نجحتش في الفايف ساكنز رول ولقى هنا في الحتة اللي فوق دي اي حاجة تدي ان انت مش من البلد مش هيكمل اصلا قرية للس في بتاعك تاني حاجة كان الكارير بروفايل هو ساعتها قال لي شيل اللغة اخوار الكارير بروفايل ده خالص انا كنت كاتب ساعتها انجنينيينج استراليا اي دي ده كان رقمي هنا في النقابة طبعا ده حاجة انت متخلين انت مسلا مقهد في نقابة المهندسين وحطت رقمك في الس في حاجة مش بتميك اي سانس ده برضو كان مدي اندكيشن ان انا مش من البلد هنا فطبعا برضو ما كانش بيكمل الحاجات اللي هنا دي كلها هو ساعتها قال لي بدلها بحاجة اسمها وعملها كده على شكل بحيس يبقى سهل ان انا اراها بس الجزء اللي فوق ده اللي بالاخدر ده كله شاله عدله ساعتها بحاجة اسمها وحطت مسلا انا ساعتها حطيت الحاجات اللي هي ايه بتدي مسلا انا معي خمس سنين في المجال اشتغلت في الحاجات ديت اهم الحاجات اللي هي بس تجزي بالنظر. بالنسبة لكير اوبجيكتف محدش هنا بيهتم بيه موضوع بقى ان انا شغال في الحتة الفرانية معايا كزا بتمنى كزا كل الكلام ده كان ساعتها قال لي لازم ساعتها تشيله. انا برضو ما كانش عندي خبرة فكنت بحاول الالف تل انتباه باكتر حاجة فساعتها عملت كده حاجة سميتها الحاجات اللي انا حصلت عليها وكتبت شوية حاجات وغلطت غلطة طبعا ان انا هنا كنت كاتب تلاتين الف يورو كانت استمت كده كنت عملت حاجة في مصر يعني والدنيا وحسنت حاجة كده وانا طبعا حبيت اتباهى بيها يعني فحطتها هنا بس نسيت موضوع اليورو دوت وطبعا الكلام ده كان مش صح انت هنا بتحاول تزبطها بالعملة بتاعت هنا ده لو انت عاوز يعني وساعتها هو قال لي كمان الاشيف منزي بلاشت حطها كده حطها في الشركة اللي انت اشتغلت فيها وساعت هنا كنت عملت الحوار ده في فودافون فبالتالي عدلتها وروح تحطتها تحت هنا كده بعد كل التايتلز اللي انا عملتها وطبعا عدلنا للعملة ساعيتها خلتها خمسين الف اي و دي طبعا انا من الاخر بحاول الفة الانتباه انا ما بكذبش انا لا اجذب ولكني اتجمل انا بحاول بس ان انا باين ان انا اشتغلت وفي نفس الوقت قدي ان كل الحاجات دي كأنها حصلت في استراليا. انا كنت محظوظ فالشركات اللي انا اشتغلت فيها في مصر كانت موجودة هنا في استراليا. بالنسبة لموضوع اللجوهات الناس كلها اتفقت معي في موضوع اللجوهات ده اللجوهات دي طبعا كان لازم تتشال. انا ساعيتها برضو كنت بحاول الفة الانتباه ان انا انا اشتغلت بقى في فودافون انا اشتغلت في هواوي انا اشتغلت في الكتالو. كل دي شركات مهمة جدا وكبيرة في المجال بتاعي. طبعا اللجوهات دي كان لازم ساعيتها تتشال. كل اللجوهات دي تتشال. اه حاجة تانية طبعا دي كانت كارس انا عاملها. ان انا كنت كتب فودافون مصر. وطبعا هنا برضو لو انتم انزلتوا تحتاجت ليه هنا كنت كاتب اورنج الشركات دي اصلا اورنج محدش يعرفها هنا او مش معروف او معروف ان دي شركة مش استرالية. ثانيا طبعا فودافون مصر دي كانت اول شركة انا كاتبها في السيفي فطبعا باين جدا انها مش تغال هنا في استراليا. فطبعا قال لي هل في فودافون هنا? اه طب ما تشيلها. شيل كلمة مصر دي خالص. وفعلا شلتها. حطت بس فطبعا لما حدا هيبص على سيفي هيفهم ان الكلام ان هنا في خمسين الف دولار استرالي وهنا في فودافون في اول هيجي في باله اه دا الرجل دا اشتغل في فودافون استراليا. فطالما بيجي لك تليفونات يبقى انت السيفي بتاعك صح. لو انت بتبعت والتليفونات مش بتجي لك يبقى في حاجة في السيفي بتاعك انت لازم تعدلها. حاجة تانية قال لي عدلها آآ ان انت شيل موضوع أنا مسؤول عن مسؤول عن مسؤول عن مسؤول عن كنت حطتها في كل حتة قال لي ساعتها بديلها بس بتاسكس بلاش داش بلاش يعني تحط كلمات كتيرة آآ طبعا السيفي وكل الناس اتفقت معا ان كان في كمية داش رهيبة. الداش يا جماعة او الحاجات السيفي عادي يبقى طويل مفيش مشكلة انه يبقى تلاتة واربع صفح طالما كله في مضمون الشغل. لكن طالما داش على الفاضي وملوش علاقة لا ملوش اي لازمة. حاجة تانية برضو دي ما لهاش اعلاقة قوي بالتكنيكا القوي انا مش عايز الناس تبقى تكنيكا اللي تركز فيها ان انت انا ساعتها مسلا دي كانت تكنولوجيا مسلا من التكنولوجيا زي انا كنت شغلت فيها في مصر دي ما كتش لها اي سوق هنا اصلا. يعني انا ما كنتش عارف الماركت هنا طالب ايه? فكنت حاطت حاجات رجعية جدا بقالها مسلا عشرة عشرين سنة عد عليها الزمن. فبرضو دي كانت حاجات انا ما فوق كنت تتشال. وحاجة تانية كان اللي هي الشركة اللي انا كنتشغال فيها في مصر برضو. نفس الفكرة محدش انا يعرفها. فبلاش لو ينفع تتشغل اه. هواوي دي كانت شركة محمول هنا موجودة. فبالتالي كان لازم اخليها تدي ان انا كنت شغال في هواوي. شلت اللجوهات وشلت دي خالص. وغيرت دي بيلد تاسك زي ما هو كان كان قال. دي شركة في مصر. شركة دي انا حبيت ان انا غيرها بشركة هنا. وفعلا الشركتين دول اللي اتعامل لهم كده مع بعض. فغيرتها هنا برضو لنوكيا. فانا حصلت على ان السريب بتاعي بقى فيه تلات شركات. التلات شركات دول صادف يعني ان هما موجودين هنا اصلا في استراليا. فاللي هيرا السفي او هيبص عليه هياخد كبير قوي ان الراجل ده كل حياته او اغلب شغل وهنا كان موجود فعلا في استراليا. لو جينا بقى سريعا كده بصينا على الجزء بتاع الجامعة ودي كان برضو حاجة من الحاجات الكوارس اللي انا كنت عاملها. انا ساعتها كنت كاتب مشروع التخرج. كنت حدث لجوهات آآ برضو الجهاز القوم بتنظيم التصالات. الحاجات دي كانت مدية مليون في المية ان انا مش موجود هنا اصلا ان انا لسه جاي. فطبعا الحاجات دي قال لي وفعلا شلتهم. وموضوع اللي انا كنت عامله. المشروع التخرج طبعا ده بالنسبة لهم هنا انا هم قليش شيلوا الصراحة بس انا برضو فكرت ان انا شيلوا. الكورسات برضو كان في حاجات لازم تتشال. الحاجات اللي هي قديمة او او عافة عليها الزمن حبيت برضو ان انا شيلها. بالنسبة لان انا عملت مشروع تخرج في الحاجة الفلانية دي برضو فضلت ان انا شيلهم. آآ حاجة تانية قال لي عليها مش مطالب ان انت تخليها يفضل تشيلها لو هو حب يسألك عليها خليها. آآ اي حاجة فيها الدين لو انت لو انت متجوز ولا لأ تاريخ ميلادك الحاجات دي كلها هما ملهمش علاقة بيها. فبالتالي انا سمعت كل كل ديت. شيلت كل الحاجات اللي هو قال لي عليها. آآ شيلت مشروع التخرج. شيلت الكورسات اللي انا كان آآ ملهاش لازمة. شيلت كل زي ما انتم شايفين. حاجة بقى تانية كان ان هو تكلم معايا فيها او انا اللي تكلمت معايا فيها طبعا انت المفروض بنسبة كبيرة لازم تخلي الجامعة بتاعتك. لان هو لازم يعرف انت منين. انا الصراحة كنت بغامر كنت حبيت كده فوقت من الوقت وتاخد الريزك. واباين ان انا لأ انا مش كاتب مسلا وخليه استنى وهو يتصل بيا وساعت هقول له. فدي حاجة ترجع لك. دي حاجة هو ما اتكل يعني انا ناقشت معا فيها. قال لي براحتك. يفضل ان انت تخلي طبعا الجامعة بتاعتك والمكان اللي انا اتخرجت منه والسنة عشان لو هو حبي يعرف. بس انا حاليا انا شايل الجامعة خلص من كاتب بس ان انا معايا بكلريوس هندسة. وكاتب السنة. لو هو حبي يكلمني ويسأل ساعتها انا اهله فانا مش مش بكتب في حاجة زي كده دي برضو حاجة ترجع لكم انتم. وطبعا كنت كاتب ساعتها تقديري وكاتب ترتيبي على الدفع. وده كان حاجة انا كنت حابب اكتبها بس شرت كل حاجة رليتت بمشروع التخرج. حاجة تانية كانتكلم معايا فيها وهي هو ساعتها كان قال لي براحتك بس يفضل ان انت تكتب هنا. انا كنت اعرف اتنين من زميل اللي كنت اكتبهم اللي اتنين او اي حد انا مستعد اه بتاعتهم اه لو انتم عايزين. لكن انا شلتهم الصراحة من هنا ودي كانت حاجة انا اللي قررته. اهم حاجة بقى كنت عايز اتكلم فيها. عشان السفي بتاعك يعدي والريكروتر يبص عليه وحد يكلمك لازم تخلي بالك من حاجة ايه. اول حاجة موضوع الريكروتر بيبص على اول السفي دوت. اول كم سطر دولت ويبص عليه. لازم كل حاجة تبقى بتزبطة. السمري ده مهم جدا ان انت تحطه بحيس يجزب نظره فانت مجرد بس ما يبص اه تمام 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 خلاص انت كده عبديت الحيطة تحت الفايف ساكنز رول والرجل هيبقى ان هو يكمل ويقرى السفي. طب اصلا عشان توصل للريكروتر لازم تعدي على السيستم. السيستم هنا بيديزاين بطريقة ان هو اه مسلا في تلات اه تلات تلاف سفي متقدم. مش ما اقول هيوصل للتلات تلاف سفي دولة للريكروتر. فهو بيعمل ايه? السيستم بيفلتر على معاناة من الاعلان اللي اتعمل على النت. وعلى حسب دي لو لقاها في السفي بتاعك بيباص بيعمل له بيعديه ويوصله للريكروتر. ازاي? لو جت بصيت كده على اهم موقع هنا للتوظيف اللي هو وجت كتبت مسلا حاجة ليه علاقة انا مسلا بوظيفتي انا مسلا شغال وليكن هنا مسلا في استراليا. وعملت مسلا بحس كده. ولقيت شركة مسلا هي عامل اعلان ليه علاقة بوظيفتي. فتحت الاعلان دوت. لقيت ان انا لو نزلت تحت كده مكتوب لازم الرجل اللي هيتقدم ده يكون بيعرف يعمل واحد اتنين تلاتة اربعة كل الحاجات دي ليه علاقة بمجالي. نفس الكلام برضو. ايه الحاجات اللي احنا بندور عليها يكون معا كزا خبرة سنين ماجستير كل الكلام ده هم عايزينه. جنابك بقى تعمل ايه? لازم اغلب الكيورز من هنا كل الكلمات اللي هي ليه علاقة بمجالك وطبعا كل واحد اضرب مجاله يعني لازم الكيورز دي تهتم مليون في المية ان هي كلها او اغلب هيكون موجود في السري بتاعك. يعني مثلا هو مواخد انا مثلا ده كده اواخد جزء منه واحاول احطه في البادي بتاع السري بتاعي. تتأكد ان هو كله موجود. السيستم لما هيجي بص ع السري بتاعك هيبص ع الكيورز اللي هو موجودة في الاعلان ديت اللي هم عايزينها. ويعمل الحاجات دي موجودة في السري بتاعك. اه تمام. الحاجة دي موجودة في البادي هنا. ساعتها السيستم هيعمل لك باس. وهيعديك وساعتها هتوصل لريكروتر. فانت عندك مرحلتين لازم تعرف تتغلب عنك. كده انت هتجزب الريكروتر بان انت تحط له شوية حاجات هو هيبقى مبهور فيها او حابب نوعية السري بتاعك سوى بقى الكلمات اللي هي ليه علاقة بالمجال بتاعك. اه كل واحد طبعا اضرب مجاله انت حط الكلمات اللي انت تحس ان هي كاتشي ان هي ممكن تجزب العين. والسام اللي طبعا مهم جدا ان انت بتقول له تقريبا كريرك في تلات اربع نقاط. انت اشتغلت في ايه? خبرة قد ايه? انجازاتك ايه? في تلات اربع نقاط. فانت كده جزبت الريكروتر. دي مرحلة من المراحل بتاعت اللي انت سي بتاعك يتقبل قصن ويبص عليه. مرحلة الاهم منها موضوع السيستم اللي انت هتتحك على السيستم بان انت تحط اللي موجودة في اللي هم خطينه دي. تهتم جدا ان انت تكون حاطتها كلها في بتاعك او اللي انت عملتها بحيث السيستم لما يفلتر. يلاقي الكيورتز دي موجودة. فساعتها هيعملك يعديك للريكروتر اللي ساعتها هيبص على كل الكلام اللي انت كاتبه دوت. وهيلاقي ان انت اعطى تمام الرابط ده كويس ممكن يكلمه. كده كده فيديو نوعارض عن كل الكوارث والبلاو اللي انا كنت عاملها في السيب بتاعها اول مواصل. بسوش بقى تعملوه سهو اسكويا بلوك من هنا. بسوشو الوضعات الفاتف سات الهجرة اللي احنا مكملين فيها من هنا او هنا. اشوف في بلوك جديد وسلامي.